بسم الله أبوالي بن روح الخدس لله الواحد أمين تحل علينا نعماته وبركاته من الآن والأبد أمين النهاردة حباقي بداية مشوار أسبوع البسخة واللي الكنيسة بتعمله في أسبوع البسخة الكنيسة بتعمله في أسبوع البسخة انها بتشارك الرب يسوع بتسير معه خطوة بخطوة الكنيسة هي عروس المسيح ده المفهوم المسيحي ده المعنى المسيحي للكنيسة فتخيلوا كده لما يكون في شخص يعني بعيد عنه مريض ولا تعبان مراته بتبقى عاملة ازاي بتبقى تحت رجليه بتخدمه يعني دي فترة ألمه فالرب يسوع هو عريس الكنيسة فالرب يسوع هذا الأسبوع يمر بألام والكنيسة أيضا تتألم معه والحقيقة لو احنا فكرنا فيها بعمق شوية هنلاقي الموضوع معكوس هو احنا اللي كنا بنمر بالألام فهو اللي جاه عشان يتألم معنا مش احنا اللي بنتألم معه هو اللي جاه عشان يتألم من اجلنا هو الغير متألم لبس جسدا قابل للألم من أجلنا هو الغير مائد لبس جسدا قابل للموت من أجلنا فإذا كان هو فعل هذا من أجلنا فماذا نفعل نحن قديس مقريس كبير كده له عبارة يقول إذا كان العريس قد جاز كل هذه الألم من أجلنا فهل تجلس العروس متهاونة ومتكاسلة ومتباعدة عشان كده الكنيسة بتكرس هذا الأسبوع كان في الأزمنة الأولى الأسبوع ده أجازة كاملة ناس تاخد أجازات وتقضي الليل والنهار في الكنيسة وكانوا يقروا الكتاب المقدس كله من أوله لأخيره لغاية ما جه وقت من الأوقات كده أحد البابواط ابتدى حال المجتمع يتغير والشغل يتغير مبقاش فيه متاح الأجازات طول الأسبوع فعمل لجنة وجمع فيها أراخنة الكنيسة وكبار الكنيسة وعلماء الكنيسة فابتدوا يختصروا القراءات بدل ما نقرأ الإنجيل كله من أوله لأخرو بتادينا نختصر القراءات اللجنة دي عملت إيه؟ برشاد الروح القدس طبعا ابتدت تجمع القراءات تشوف إيه اللي ممكن يناسب حدث اليوم وتحطه فاختصرت القراءات ما بقيش بنقرأ الإنجيل من أوله لأخرو بقينا بنقرأ العدل قديم الجديد يعني من أوله لأخرو لأ بقينا بنقرأ بعض القراءات وبعض النبوات اللي هي دلال نسبوع الألام اللي موجود بين إيدينا دلوقتي واللي بنقرأ دلوقتي الترتيب بتاعه ماشي إزاي؟ ماشي إن إحنا بنشوف ربنا يا سعى المسيح عمل إيه النهاردة؟ الخطوة اللي اتعملت وبيشوفوا النبوات اللي بتشير للكلام ده يجيبوا النبوات فتصبح الصلوة أو الساعة السواعي عبارة عن نبوة بتتكلم عن الإنجيل وبعدين مزمور بيتكلم عن الإنجيل عن مزمور نبوات برضه وبعدين الإنجيل وبعد كده حاجة اسمها الطرح الطرح هو الشرح للإنجيل لأن الإنجيل كان بيقرأ باللغة القبطية فالطرح يقرأ باللغة العربية يشرح إيه اللي في الإنجيل وبعد كده بنسبح تسباح السوق تاتيجوم لأن الحقيقة الأسبوع ده أساس عملنا في الكنيسة والتسبيح في عبارة عن ناشر يقول كده أن يسوع نفسه لكي يقدس الشعب بدم نفسه خرج إلى خارج الباب ليتألم ويقول لنا كده كاتب رسالة عبارة عن نين لنخرج إذن إليه حاملين عارو ونقدم صمرة شفاهنا زبيحة التسبيح فنحن بنخرج إليه في ألامه عشان نقدم له التسبيح الكنيسة تؤمن أحبائي أن المسيح على الصليب هو رئيس كهنة رئيس كهنة المسيح على الصليب مش في حالة ضعف ده في حالة قوة مالك على خشبة هو في حالة قوة لأنه رئيس كهنة صعد على الصليب واخد وياه البشرية كلها عشان يقدم زبيحة لله الآب فعلشان كده وهو رئيس كهنة على الصليب نقف إحنا في وضع التسبيح لرئيس الكهنة ولبصانعه من أجلنا إيه الحدث بتاع النهاردة اللي الكنيسة رتبت عليه القراءات الصبح دخل الرب يسوع أرشاليم في الموكب بتاع أحد الشعنين كلنا عارفين أحد الشعنين دخول المسيح راكبا على حمار وعلى جحش ابن أتان والأطفال والذين تقدموا والذين تأخروا فرشوا سيابهم وابتدوا يسبحوا المسيح يقولوا له أصنى خلصنا يا ابن داود دخول المسيح أرشاليم في اليوم ده ما كانش صدفة كل خطوة حصلت كانت تحقيق لنبوات وتحقيق لحاجة بنسميها فيه نوع كده اسمه الرمزية الحية في الكتاب المقدس يعني ما نقول مثلا ذبح إبراهيم لإسحاب دا كان إشارة لتقدمة القاب لابنه على الصليم دا مثل حي فأيضا كل خطوات خروف الفصح اللي كانت بتتعامل في هذا العيد عيد الفصح اليهودي هي إشارة لربنا يا سعى المسيح فنلاقي يوم الحد دا اللي دخل فيه المسيح إلى أرشاليم هو اليوم اللي كان دا اليوم العاشر من نيسان كانوا يدخلوا الخروف الخرفان اللي هتتقدم كزبايح كانت تدخل وتجعل للحفظ تجعل للحفظ أربعة أيام وفي اليوم اللي 14 تقدم زبيحة وهو دا اللي حاصل مع المسيح دا خلاقه لرشاليم في يوم عشر نيسان وبقى أربعة أيام وقدم نفسه على الصليب في اليوم بتاع زبح الفصح فالترتيب دا مش اعتباطي وحتى ترتيب القيامة يوم حد القيامة يوم حد القيامة دا كان بعد عيد الفصح في حاجة اسمها ترديد الحزمة بداية الحصاد فترديد الحزمة كان ييجي يبتدوا الحصاد فيبتدوا يجيبوا حزمة ويوم ترديد الحزمة الحزمة دي هي عبارة عن حزمة واحدة لكن مليانة أعوات كثيرة وكأن بقيامة الرب صار هو بكورة قيامتنا هو المسيح اللي قام لوحده لكن في قيامته قيامة الجميع لأنه هو عمل زي هو واحد صحيح بس عمل زي الحزمة اللي بتحوي فيها كل الأعواد اللي جواه لو نعود نتأمل في الترتيب وإزاي عمل الروح القدس أنه خلى كل حدث يحصل هو تحقيق لأنه الرب يسوع المسيح هو في صحيحنا الذي يسلب لأجلنا هو الزل والحقيقة العهد القديم والعهد الجديد الرموز اللي كانت موجودة كلها تحققت في المسيح فالنهاردة لما دخل أرشاليم الصبح زي خروف الفصح ما بيتخش للحفز في اليوم العاشر دخل أيضا هو إلى أرشاليم وبقى في أرشاليم حتى الصلب إيه اللي كان بيعملوا كان الصبح يأتي طول النهار في أرشاليم في الهيكل يعلم ويتكلم الأمثلة الأخيرة اللي قالها والأحداث الأخيرة اللي حصلت كل حاجة فيها الكنيسة بتجيبها تحطها ونقرب منها ونفهمها ونجيب النبوات بتتكلم عليها خلال الأسبوع ده وآخر النهار يذهب إلى بيت عينية القريب من أرشاليم ليبيت هناك فالنهار ده حصل كده دخل أرشاليم الصبح وبعدين فيما هو في الطريق إلى بيت عينية بقى بعد الظهرية وهو رايح عشان بيت هناك حصل شوية أحاديث بينه وبين تلاميذه الأحاديث دي هي موضوع هذه الليلة أول يعني لو نشوف قد إيه الأحاديث حطها الكنيسة جنبه بعد كده بصورة يعني رائعة أول ساعة من ساعات اليوم هي الساعة الأولى من ليلة الأسنين الإنجيل من يحنى 12 هقول لكم العناصر بس بتاعت الإنجيل إيه وده إيه معناه لنا إحنا يقول كده إيه على فكرة إنجيل يحنى لصحل 12 إنجيل اللي بيتقرى النهاردة ده من أول عدد 20 لو ترجعوا كام عدد لورا هتلاقوا دخول المسيح أرشاليم وبعد ما خلصت الزفة وخلص ده كله يقول كده وكان قوم من اليونانيين الذين صعدوا ليسجدوا في العيد جاءوا إلى فلوبوس واحد من تلاميذ المسيح وقالوا له يا سيد نريد أن نرى يسوع يبقى إن برا واحد حصل النهاردة حدث اللي حصل إيه إن الناس ابتدت تسمع عن يسوع مين يسوع يسوع ده الذي أقام العنزر يسوع ده اللي بيعمل معجزات يسوع الذي يعلم كمن له سلطان وليس كالكتب والفرسين الكتب والفرسين كانوا مفسرين للكتب على قدر استطاعتهم لكن المسيح لما كان بيعلم كان بيقول لهم إيه أما أنا فأقول لكم الحق الحق أقول لكم يعلم له سلطان يقول لهم سمعتوا أنه قيل لكم عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم أنت مين أنا هو أنا هو أنا هو ابن الله فهو له سلطان عشان كده كان يعلم كمن له سلطان فهم ابتدت الناس بقى تيجي العيد السنة دي وسامع عن يسوع طب عايزين إيه نريد أن نرى يسوع ده أول حاجة حصلت وهم التلاميذ كانوا بيقولوا للمسيح هو أنت نازل العيد السنة دي ده الناس كلها سمعت عنك وعايزة تجيه لك وفيه شغب كبير ورؤساء الكهنة والجنود والكتبة والفرسيين حانقين عليكم اتضيقين منك وعايزين يسلموك للموت هتنزل العيد فقال لهم إلى هذه الساعة أنا أتيت ونزل إلى العيد فأول حاجة أول ملمح بعد الزفة ما خلصت بتاعت الصبح والضجة اللي حصلت في أرشاليم كل اللي جايين للعيد ابتدوا يتسألوا فين يسوع نريد أن نرى يسوع تاني حاجة ابتدى ربنا يسوع المسيحي جاوبهم إجابة مهمة بقى احنا نفهمها قال لهم قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان وقال لهم بقى مثل نفسي كلنا نحفظه قال لهم حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كسير بعدين يقول لهم كده من أحب نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه يجدها إلى حياة أبداي حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها طب دي إجابة على التساؤل بتاع نريد أن نرى يسوع آه ليه بقى هو ده على فكرة الموضوع بتاع النهاردة هو ده موضوع اللي الكنيسة حطه لنا النهاردة اللي هو إيه إذا كنا النهاردة بنتجمع في الكنيسة عشان نمشي ورى المسيح ونكون تحت رجلي نشاركه هذا الإسبوع فيجب أن نفهم ما هو معنى أن نكون تلاميذ للمسيح ما هو معنى أن نكون تابعين للمسيح لأن الكثيرين يقولون نريد أن نرى يسوع عايزين نشوفوا ليه أصل عايزين نشوف اللي بيعمل معجزات عايزين نتفرج عايزين نشوف كده معجز يعمل لنا معجزة كده يمكن الرغبة دي أحبائي هي رغبة شو رغبة المسرح نقف كده ونتفرج على عرض مسرحي فنسقف في النهاية ونطلع من المسرحية ونروح بيتنا كما كنت إذا كنت عايز تيجي وتشوف يسوع برغبة الفرجة يبقى أنت مش هتبقى تلميز ليسوع مش دي تبعية المسيح مش دي تبعية المسيح الزمن اللي احنا بنعيشه ده حبائي طبعا كل زمن له تحدياته يعني ولا هو أقل ولا أكتر من الأزمنا اللي فاتت كل زمن له تحدياته باستحديات الزمن اللي احنا بنعيشه ده هو وسائل التواصل الاجتماعي والميديا والإنترنت حول الحياة من حياة حقيقية إلى حياة افتراضية حول الأشخاص من ناس لصور يعني احنا جايين النهاردة ممكن واحد خاصة الشباب الصغير يفكر كده دايما يقول لك ايه ده النهاردة بداية البسخة طب انت ناوي تعمل ايه في أسبوع البسخة زمان كانوا يعلمونا واحنا صغيرين أسبوع البسخة اعمل واحد اتنين ثلاثة سوم انقطاعي اقرأ في الانجيل كتير وانت جاي البسخة هتوياك كتاب عشان أثناء الترتيل بتاع مزمور الابتي الترتيل ده لحن جميل بيحرك الوجدان لكن انت محتاج تحرك وجدانك وتحرك فكرك ايضا في امسك كتاب وقرأ وقبل اربع خمس ايام البسخة تكون خلصت كتاب بيتكلم عن قلام المسيح اعمل واحد اتنين ثلاثة لكن اللي بيسعى نحو المظهرية والشكل اول حاجة يفكر فيها يلا بينا اخد صورة جنب الصلابوت ونزلها على الفوسبوك يبقى انا روحت الكنيسة يبقى انا صليت يبقى انا عملت نجري وناخد صورة انا مش بقول ان دي حاجة وحش ياخد صورة وينزل وينزل مش ده بس المهم هل فعلا تريد ان ترى يسوع تعال نسأل نفسنا اصلهم راحوا قالولو نريد ان نرى يسوع طب عايزين تشوفوه ليه عايزين نتفرج لا مش هينفع يسوع حبائي لا يريد متفرجين يسوع يريد تلاميذ عشان كده راح على طول قالوهم قالوهم من يريد ان يتبعني حيروح مطرح ما هكون حيثوما اكون انا هناك يكون خادمي ونقرأ بقى بقية الاناجيل نفس الكلام يعني شوفوا الحاجتين الكباردول نريد ان نرى يسوع وانه ربنا يسوع مسيحي جواب ويقول لهم انه طريق ابن الانسان هو طريق الالام فاللي عايز يمشي ورايا يبقى عنده استعداد يتحمل الالم عنده استعداد يتحمل الالم عنده استعداد يشيل صليب عايز تبقى تلميز لازم هتكون مطرح ما هيكون سيدك سيدك تقلم هتتقلم زيه سيدك تحمل هتتحمل زيه سيدك بيخفر اتعلم تخفر كتير احبائي نقف قدام حد ونتكلم في موقف مع ناس ونقول لهم انت لازم تخفر لان المسيح غفر فيقول لك السنة مش المسيح ده المسيح يخفر لكن انا لا هنا بنعمل فصل بيننا وبين المسيح مع ان ده اساس ايماننا المسيحي ان ما فيش فصل بيننا وبينه ان ما صرعه المسيح نصنعه نحن ايضا بنعمته طبعا بنعمته هو بيدينا نعمة اساس المسيحية ان نتشبه بالمسيح على قدر طقتنا الناحية تلميذ له ان نتبعه تبعية المسيح حبائي حاجة جد مشوار جد تبعية المسيح فيها رهوة بقيت الاناجيل كده في انجلم الاناجيل يقول كده إنما بينما هم يتبعونه بدأوا يخافون تلميذ هم مشيما عبتدوا يخافوا ده داخل الورشاليم الموضوع عبتده يخش في الجد وفي كل الاناجيل بتاعت النهاردة الخمس اناجيل صرح ربنا يا سواع مسيح ليهم وقال لهم كده ابن الانسان يسلم ليسلم فالكنيسة النهاردة تركز على هذا التصريح ابن الانسان يسلم ليسلم أنا داخل الورشاليم علشان أكتاز طريق الألام عاوزين إيه تيجوا معايا هتتحملوا الألم معايا هتكتازوا الألم معايا تبعية المسيح محتاجة استعداد للتقلم في قصص كتير في العهد القديم بتشير لي كده إن التبعية مش سامحوني في الكلمة مش نمشي في الزفة في مرة واحد اسمه جدعون في العهد القديم سفر القضاء هيطلع يحارب باسم الرب فقالهم يلا بينا قال للشعب يلا بينا يلا هنطلع نعمل حرب عشان يعني نحرر أرضنا وشعبنا من المحتلين اللي أهانوا اسم الرب الميديانين تلع معاكم واحد 32 ألف وحد 32 ألف وحد فربنا قال لي جدعون دولا من النوع اللي بيمشي في الزفة دولا مش تابعين حقيقيين لا لا أنا عايز أصفيهم شوية فجدعون قال عبارة قال لهم يا جماعة اللي خايفي روح نفس النص كده قال لهم اللي منكم خايف يمشي ميش يدي 22 ألف مشوا يعني احنا جايين بس عشان خاطر أصلي يعني مش معقول في حرب وفي والشعب بيحارب يقولوا علي يا جبان لو قعدت في البيت يعني فانا هاجي هطلع كده هقف وياه بس هقف من بعيد كده عشان خاطر الحرب بتجيش علي أنا تيجي للصفل قدامني هستخب ورا فجدعون قال لهم لا اللي خايف يمشي مشي 22 ألف فضل 10 ألف ربنا قال له كتير علي مش عاوزهم دول طب ليه يا رب قال لك أصلي لو حاربنا المديانين بعدد كبير يقول لك أصلي أنتوا ألفات فكسبتوا أنا مش عايز كده أنا عاوز الناس تفهم إن الحرب للرب كتير فقال له على حاجة كده يعملها قال له روح كده عند المية عشان الشعب شايلين أسلحتهم والسيوف فهينزلوا عشان يشربوا ورقبهم شوف كده استعدادهم إيه حيبان وأنا هقول لك على علامة هديك علامة قد له علامة قال له شوفهم هيشربوا إزاي من المية اللي شايل سيفه واقف على رجليه مش عاوز يشيل عدة الحرب هيتطر أنه يعمل إيه اتطر ياخد شوية مية بقديه وهو واقف ويقرب شوية المية كده البقوا يشربهم لكن فيه ناس هتقوم خلع السيف وخلع عدة الحرب وقاعدين ومريحين ويناموا على وجههم وينزلوا عند المية كده يخسلوا وشوهم ويشربوا اللي يتراخه كده ويرحرح ده أنا مش عايزه مشيه مش عايزه فجدون عمل كده وخد الشعب للمية فدلت ده مش يقول لهم العشر تلاف فدلت ده تلتمية واحد بس فربنا قال له هم دول أنا عايز دول أنا عايز دول قديس قسطينوس لو تأمل كده يقول رقم تلتمية في اللغة القرمية بيساوي حرف التاوي اللي هو التي الصليب فقديس قسطينوس يتأمل يقول رقم تلتمية علامة الصليب أنا التابعين هم فقط المستعدون لحمل الصليب قصة شبيهة بكده في حسقيال حسقيال شاف رؤى كتير عشان أرشاليم كانت في أيام صعبة وخطايا عايشين في خطايا كتير فكان جاي عليهم السبي وجاي عليهم فشاف رؤى فمن دمن الرؤى شاف رؤية لست رجال كان مدونهم واحد وبيقول كده ايه ادخل إلى المدينة وسم سمة على جباه الرجال الذين يأنون بالسبب خطايا الشعب يعني شوف الناس اللي جوه قلبهم فيه توبة حقيقية فيه قنين حقيقي وحط سمة على جباههم سم سمة يعني حط علامة على جباههم كلمة سمة برضو في اللغة الأصلية معناها التاودي حرف الصليب علامة الصليب برضو الأباق يتأملوا فيها يقولك أن ده حط علامة الصليب على الناس دول أصل الناس دول عايشين الصليب هم دول اللي هينجو قصص كتير أحباقي تورينا زي تبعية المسيح استعداد لتحمل الألم عشان كده المسألة اللي قاله المسيح ده لازم يبقى منهك حيالينا حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها أنت عاوز إيه عاوز تقع وتموت ستأتي بصمر كسير عاوز خايف من الموت عايز تتراجع لورا خايف تقدم خايف تخسر خايف تتعب خايف تبزل خايف تشيل صليب خايف تتخلى وتستغنى عن بعض الأمور في حياتك عايز تتراجع ستبقى بس زي ما بيقول مسيح كده تبقى وحدها تبقى وحدها بلا صمر تبقى وحدها بلا صمر أحد الأدباء كتب قصة عن حبة الحنطة قصة رمزية عشان يوضح لنا المثل يعني فبيقول كده كان في حبة حنطة مبسوطة وفرحان تشكر ربنا كل يوم كل يوم تشكر ربنا يا رب أشكرك أنا قعد في المخزن بتاع الفلاح مرتاحة ومبسوطة حوالين مني بقيت إخواتي حبوب الحنطة مرتاحين جدا الفلاح ده بيحبنا جدا لأن موفر لنا الحماية حطتنا جوة قوضة مقفولة في حماية كاملة فرحانة بالحماية في يوم بالإيام جي الفلاح وأخذ حبة الحنطة مع حبوب أخرى وتلع علشان يزرعهم فأول مرماهم على وش الحق لحبة الحنطة شافت النور والشمس ففرحت قالت يا سلام ده أكيد بيحبنا الفلاح بيحبنا فحب يهوينا شوية ويشمسنا وبعدين يرجعنا تاني يحطنا في المكان الأمان على الرف لكن الفلاح بعد شوية رح جي وابتدى يدوس على حبة الحنطة ويدفنها جوه الأرض فابتدت حبة الحنطة تختبر نوع جديد من العلاقة مع الفلاح ما كانتش فهماه ابتدت تقول إيه ده هو بيعمل إيه بيدوس علينا بيدخلنا أكيد هيرجع في كلامه أكيد هيسحبنا تاني ويرجعنا في المكان الأمان ولكن الفلاح لما يتراجع وداس عليها ودفنها تحت الأرض فابتدت حبة الحنطة تصرخ الحقوني أنا بموت أنا بتخنق الحقوني حياتي بتنتهي وابتدت تقول ليه ليه يعمل فينا كده ليه ومش بيحبنا كان بيحبنا كان حطتنا في مكان أمان دي علامة حبه علامة حبه لينا أن يحطنا في مكان أمان بلا ألم بلا تجربة بلا نفع بلا فائدة بلا صمر هي دي علامة الحب مش دي علامة الحب يقول بقية القصة أن بعد محبة الحنطة ابتدى الرطوبة تدخل إليها وابتدت القشرة الخارجية تتمدد وتنفجر وتتألم حبة الحنطة من هذا الموت بعد شوية ابتدت تخرج جدر وابتدى يخرج نبتة خضرة جميلة تلعد فوق وش الأرض فابتدت حبة الحنطة تختبر حياة جديدة لم تألفها ابتدت تقول إيه ده لا ده الحياة دي مختلفة تماما عن حياة الرف على المخزن أنا كنت فاهم غلط كنت فاهم إنهم مش بيحبني دلوقتي فهمت الآن عرفت أيوب قال كده حبايا على فكرة سفر أيوب يتقرى طول السوم الكبير كل السفر تقريبا يتقرى في النبوات كل يوم قدزت كل يوم أيوب جي في الآخر قال له يا رب بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عينية شفت ربنا إمتى أيوب قال لك في التجربة حبايا من يرفض الألم يرفض المجد لأنه كل ألم يقول إلى مجد كل صليب نهايته القيامة حبة الحنطة اللي بترفض إنها تموت تبقى وحدها تقعد في مكان كده لوحدها بلا صمر أما إن ماتت فهي تأتي بصمر كثير حبايا تبعية المسيح معناها الاستعداد لتحمل الألم يلا بينا نسأل نفسنا النهاردة ويلا بينا نحول السؤال لصلاة نقف ونصلي قول له يا رب هل أنا تلميذ حقيقة ليك يا رب هل أنا تلميذ هل أنا يا رب بسمح لروح خدوس كده إنه يشكل صورتك فيها بجد هل أنا من جوايا عندي رغبة إن أنا أعيش تلميذ ليك يشوف الناس كده تصرفاتي وأعمالي وردود أفعالي وسلوكياتي ويمجدوا اسمك هل أنا فعلا من جوا قلبي زي من برايا أصعب تحدي بيواجهنا أحباي أصعب تحدي يواجه كل واحد فينا وأنا أولكم كل واحد فينا إن يكون الإنسان من جوا زي من بر أصعب حاجة أن يعيش الإنسان ما يؤمن به بالحقيقة أن يعيش الإنسان من داخل قلبه قلبه زي ما بيتكلم أصعب حاجة أن يصير الإنسان له قلب واحد له قلب واحد في صلاة من صلوات السلح بنقول كده بنصلي بنقول يا رب يعني نجينا من إننا نكون ذوي قلبين ذوي قلبين يعني من بر مسيحيين نتهلل بإننا مسيحيين ونجري ورا كل حاجة تمجدنا كمسيحيين لما يقولوا عن المسيحيين دول ناس عندهم تسامح حليون أقول أنا مسيحي أفتخر مسيحيين دول ناس ودعاء ومسالمين وما بيدروا شحد أنا مسيحي وأفتخر أريد أن أرى يسوع لكن لما نيجي في الجد طب أنت مسيحي وليسي لازم تخفر لا يا أبونا أنا لا يمكن أبدا مش هخفر طب ليه حبيبي لا تشايف عمل مش شايف فلان مش شايف علان طب أنت مسيحي يعيش الأمانة يا أبونا أنت مش شايف الناس الدنيا كلها بقت كده مش معنى أنا لازم عيش أمين يعني لا يا حبائي لا ينبغي أن نكون زوي قلبين ده جهدنا دي رحلة عمرنا رحلة عمرنا كلها أن نكون من الداخل بالحقيقة تلاميذ ليسوع لن نصبح بلا خطي مش قصدي أن نبقى تلاميذ ليسوع لن نصبح بلا خطي لا الإنسان هيفضل في الضعف هيفضل يقع ويقوم على طول بس أنا بتكلم على نية القلب نية القلب أن أنا عيش معاك رب نية القلب أن أنا عيش أفضل تحت إيدك تشكل في شكل في يا رب حبائي تلمزة المسيح معناها تشكيل تشكيل مؤلم مؤلم لكنه مبهج في النهاية مفرح في النهاية نهاردة اللي جايين يمشوا في الزفة قالوا الفيلوبوس نريد أن نرى يسوع لكن يسوع في الإنجيل التاني اللي قرأوا على طول يقول لهم من يقول الناس إني أنا وبعدين طب وإنتوا ماذا تقولون أصل إنتوا مختلفين اللي جاي في الزفة ده حاجة وتلميذ المسيح حاجة تاني فبطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله قال له باك يا سمعان ابن يونة لكن بعد شوية لما بتدي يتكلم ابن الإنسان يسلم ليصلب بطرس ده نفسه جاي يقول له إيه حشاك يا رب أنت أصلب يقول لك أخذهه إلي وابتدأ ينتهره بطرس بيكلم المسيح بيقول له إزاي تقول الكلام ده المسيح اللي إحنا نعرفه هو اللي مشي على المية هو اللي أقام الموتة هو اللي إحنا دايما نقول له كده أنت هتبقى مالك وإحنا نجلس عن يمينك وعن يسارك فقال له اذهب عني يا شيطان لأنك لا تطلب مال الله بل مال الناس مال الله أحبائي أن ينبغي أن يتألم ويدخل إلى مجد هو ده مال الله مال الناس الشكل خارجي الفخر الخارجي الشو المسرح أحبائي ما نؤمن به بالحقيقة نعيش تلميذ المسيح نقول يا رب اجعلني تلميذ حقيقي لك أنا عايز أفضل ماشي وراك وما ترجعش أبدا يا رب مهما قابلت في طريقي أنا وياك أنا ضعيف محتاج قوتك أنا بقع وأقوم لكن رجائي في غفرانك رجائي أني أنت مسك في إيدي اللي أنا مش هقدر عليه أنت اللي هتقدر عليه بس أنا كل اللي هعليه النهاردة هقول يا رب أنا مستعد أن أتحمل الألم من أجل أن تتشكل صورتك في لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن ولبدا